القرنفل مع الزنجبيل تناول الزنجبيل الممزوج بالقرنفل قبل النوم بانتظام واستعد شبابك وحيويتك حتى وإن كنت قد بلغت سن الثمانين عاما ستلاحظ تأثيرات إيجابية على جسمك بعد مرور سبعة أيام ستكون النتيجة مذهلة ومدهشة لجسمك ولكن قبل أن نبدأ نود من جميع الأصدقاء الموجودين في القناة بجمع ألف صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونطلب منكم دعمنا بالنقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة صحتك أفضل حتى نتمكن من استمرار وتقديم كل ما هو جديد ومفيد مرحبا مشاهدين الكرام أتمنى لكم حياة مليئة بالسعادة والصحة نحن سعداء بأن نكون معكم مرة أخرى واليوم لدينا وصفة رائعة نود مشاركتها معكم على الفور تحمل هذه الوصفة العديد من الفوائد الصحية الرائعة للجسم ونثق تماما أنكم ستكونون ممتنين لها فيما بعد الوصفة تتضمن مسج نبات الزنجبيل الصحي مع القرنفل وقبل أن نتحدث عن تفاصيلها ينبغي علينا أن نوضح الفوائد المتعددة لكل مكون على حدة بداية دعونا نتحدث عن فوائد الزنجبيل الزنجبيل هو جذور نباتية ذات طعم قوي وله تأثيرات مذهلة على الصحة يعتبر الزنجبيل مسكنا طبيعيا ومطهرا وله تأثيرات قوية في تعزيز جهاز المناعة كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات مما يجعله فعالا في مكافحة الالتهابات وحماية الجسم من الأمراض الناجمة عن العدوى الزنجبيل يلعب دورا هاما في تعزيز عملية الهضم ومعالجة مشاكلها يحتوي الزنجبيل على مركبات تعرف باسم الجينجرولز والتي تساعد في تحفيز الإفرازات الهضمية وتحسين حركة الأمعاء هذا يساعد على تسهيل هضم الطعام وتقليل الانتفاخ والغازات المعاوية غير المريحة الزنجبيل يساهم في تسهيل عملية امتصاص الدهون في الأمعاء وتحفيز حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأمعاء الصغيرة هذا يعني أنه قد يساعد في تقليل الوزن وتحسين تركيبة الجسم الزنجبيل يساعد في عملية فقدان الوزن من خلال تحفيز التمثيل الغذائي يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة التي تعزز انتاج الانزيمات الهاضمة في الجهاز الهضمي هذا يؤدي إلى زيادة سرعة هضم الطعام وتحويل السعرات الحرارية إلى طاقة بشكل فعال لذا ينصح بتضمين الزنجبيل كجزء من نظام غذائي متوازن لتعزيز فقدان الوزن بطريقة صحية إضافة إلى مكافحته للفيروسات البرد والإنفلونزا وتخفيف الغثيان لدى الحوامل ومرضى العلاج الكيموي يعمل الزنجبيل كمسك للألم ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وقد أشرنا سابقا إلى قدرته على تعزيز المناعة وحماية الجسم من الشيخوخة المبكرة وتقليل تكون الأورام الخبيثة أما المكون الثاني لدينا القرنفل يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة فهو يتمتع بخصائص مضادة للجراثيم ويساهم في حماية الجسم من العدوى بالإضافة إلى ذلك القرنفل يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويساهم في السيطرة على مرض السكري كما يعتبر القرنفل مفيدا لصحة العظام ويعزى ذلك جزئيا إلى خصائصه المضادة للالتهابات القرنفل يتمتع بفوائد صحية متعددة فهو يحافظ على صحة الفم ويعمل كمسك طبيعي فعال بالإضافة إلى ذلك يتميز بخصائصه المطهرة ويساعد في علاج العقم لدى الرجال والنساء يستخدم أيضا في علاج الصداع من بين المواد الفعالة في القرنفل يتميز حمض اللينوليك والأوجينول بقوتهما تشير الأبحاث إلى أنهما يمكن أن يبطئا نمو الخلايا السرطانية ومع ذلك يجب أخذ الحذر وعدم تناول القرنفل بكميات كبيرة يوميا حيث يمكن أن يرفع ضغط الدم لا يقتصر الأمر على ذلك فالقرنفل يحتوي أيضا على تركيزات عالية من المضادات الأكسدة وبالتالي يساهم في تباطئ عملية الأكسدة التي تساهم في الشيخوخة المبكرة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان تعتبر عملية الأكسدة من العوامل التي تسبب تلفا سريعا للمنتجات ومن هنا يأتي دور القرنفل كمادة حافظة طبيعية يستخدم القرنفل في العديد من المنتجات للحفاظ على جودتها وتأخير تدهورها والآن سنقدم لكم طريقة تحضير مشروب مذهل يجمع بين فوائد القرنفل والزنجبيل عند تناول هذا المزيج الرائع يوميا لمدة سبعة أيام ستحصل على فوائد متعددة ومفيدة لصحتك يمكن لأي شخص بالغ أن يستمتع بفوائد هذا المشروب المذهل خاصة إذا كان يهدف إلى تعزيز جهازه المناعي وحماية نفسه من الأمراض التنفسية خلال فترات انتشار الأوبئة التي نواجهها وننصح النساء على وجه الخصوص بشرب هذا الخليط خلال فترة الحيض لتخفيف الآلام الحاصلة ومع ذلك يجب على الحوام الاستشارة الطبيب قبل تناول الخليط لنتعرف الآن على طريقة تحضير هذا الخليط الرائع ستحتاج إلى قطعة صغيرة من الزنجبيل قشرها وقطعها إلى مربعات صغيرة جدا بعد ذلك قم بتحضير القرنفل وضع أربع حبات منه في وعاء مع ملعقة من الزنجبيل ثم أضف نصف لتر من الماء وتركه يغلي لمدة عشرة دقائق على نار هادئة بعد ذلك اترك الخليط يبرد ومن ثم قم بتصفيته للحصول على المشروب النهائي تناول كوب واحد من هذا المشروب يوميا قبل النوم ولا تنسى أن تحفظ الباقي في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام إنها وصفة بسيطة وسهلة للغاية ولكنها تحمل فوائد هائلة هذه الوصفة الطبيعية ستعزز جهاز المناعة الخاص بك وتحميه من الأمراض التنفسية مثل السعال والإنفلوانزا وإذا رغبت يمكنك تحلية هذا الخليط بملعقة من العسل الطبيعي لإضافة النكهة والفوائد الإضافية حافظ على اتباع هذه العادة لمدة سبعة أيام وستشعر بالنتائج الإيجابية استمتع بتجربة مدهشة وجديدة وهي تناول مسمارين من القرنفل مع كوب من الماء الدافئ قبل النوم ستندهش من الفوائد التي ستحصل عليها من هذه العادة البسيطة التي لم يسبق لأحد أن أخبرك عنها نبات القرنفل هو واحد من أشهر النباتات المستخدمة على نطاق واسع كنوع من التوابل ولكن هناك المزيد من القيمة الغذائية التي يمكن أن يقدمها فهو يحتوي على مكونات فريدة تعزز الطعم وتعزز القيمة الغذائية للوجبات التي نستهلكها منذ العصور القديمة اشتهر القرنفل بخصائصه الطبية المذهلة حيث يعتبر علاجا فعالا للعديد من الحالات الصحية فقد أظهرت الدراسات وفقا لتقرير صحيفة تايمز هيلث أن القرنفل يمتلك قدرة فريدة على تخفيف أمراض المعدة وآلام الأسنان والحنجرة يحتوي القرنفل على مركب يعرف باسم الأوجينول وهو المسؤول عن فوائده العديدة فقد تبين من الدراسات أن الأوجينول يساهم في تخفيف التوتر وعلاج للطرابات المعاوية الشائعة ويعزز صحة المعدة بالإضافة إلى ذلك تشير بعض البحوث إلى أنه يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض باركنسون إن استخدام القرنفل كعلاج طبيعي يمكن أن يكون خيارا فعالا لعدد من الحالات الصحية ويستحق التجربة وفقا للمعلومات المتاحة يعتبر القرنفل مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمنا فهو يحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين A وفيتامين C وحمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين E والثيامين وفيتامين D بالإضافة إلى الأحماض الدهنية أوميغا 3 وكذلك المركبات المضادة للالتهابات والبكتيريا المفيدة للصحة وفقا لتوصيات الأطباء وخبراء التغذية فإن أفضل طريقة للاستفادة من فوائد القرنفل هي وضع مسمارين منه في كوب من الماء الدافئ قبل الذهاب إلى الفراش تناول القرنفل بهذه الطريقة يساعد في تخفيف العديد من المشاكل الصحية مثل الإمساك والإسهال ويساهم في تحسين حموضة المعدة بالإضافة إلى تعزيز عملية الهضم بالإضافة إلى فوائده الغذائية يمكن للقرنفل أن يكون خيارا طبيعيا وفعالا لتعزيز الصحة العامة إضافة إلى الفوائد المذكورة سابقا يجب الإشارة إلى أن القرنفل يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة التأكسد الضار للجسم كما يتمتع بخصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا ويحتوي على مركب يعرف باسم السيلات والذي يمتلك خصائص مضادة للالتهابات بفضل هذه الخصائص يمكن أن يساعد القرنفل في منع ظهور حب الشباب وتقليل التهابات الجلد كما يمكن استخدامه عند إضافته إلى الماء الدافئ كمضمضة لتخفيف آلام الأسنان وتهدئة الالتهابات المحيطة بها باختصار يعد القرنفل خيارا طبيعيا قيما يمتلك العديد من الفوائد الصحية بفضل تركيبته الغنية بالمضادات الأكسدة والمضادة للجراثيم والخصائص المضادة للالتهابات يمكن استخدام القرنفل بطريقة مباشرة لتخفيف آلام الأسنان حيث يمكن وضع مسمار قرنفل على السن المصاب لتحقيق الراحة الفورية بالإضافة إلى ذلك يكون القرنفل مفيدا في تخفيف آلام الحلق والالتهابات المصاحبة لها للأشخاص الذين يعانون من مشكلة الارتعاش في اليدين والقدمين يمكن تناول مسمار قرنفل أو اثنين قبل النوم للمساعدة في التخلص من هذه المشكلة يؤكد الأطباء أيضا أن تناول القرنفل يوميا يعزز مناعة الجسم بشكل مذهل ويمكن أن يساعد في مكافحة السعال والعدوى الفيروسية والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والربو ولذلك ينصح الأطباء وخبراء التغذية بإضافة القرنفل إلى النظام الغذائي كمكمل لتعزيز صحة الجسم وتعزيز جهاز المناعة لمكافحة مختلف الأمراض بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو من قناة صحتك أفضل نأمل أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم ولا تترددوا في مشاركته مع أصدقائكم وعائلتكم وشكرا على المشاهدة ونتطلع إلى لقائكم في الفيديوهات القادمة